فيه طبعا سوبر جديد أو سوبر قادم هو السوبر الكرة المصرية أو السوبر الأهلي والزمالك الأهلي والزمالك هيتقابل يوم الخميس إن شاء الله على أستاذ أبو ظبي ومدينة أبو ظبي وفي عاصمة الدولة الشقيقة الإمارات العربية المتحدة سيكون هناك موعد آخر لعشاق الكرة المصرية بشقايها الأهلي والزمالك أنهم يتابعوا هذا السوبر المصري يمكن فيه أخبار كده ترددت حوالين كواليس هذا السوبر إزاي المباراة تكون الاحتفال هيكون إزاي الاستاذ هيبقى شكله إيه من ضمن الأخبار التي ترددت أنه الفنان محمد رمضان كان المفترض أنه يحي حفل مباراة للسوبر المصري في أبو ظبي الفنان محمد رمضان فوجي الجميع بأنه حزف البوست الخاص بإحياءه لهذا الحفل في مواقع كتيرة أكدت إلغاء دعوة محمد رمضان لحفل إحياء حفل السوبر وطبعا فيه كلام يتردد أنه في مرة قالوا أنه تامر حسني ودلوقتي بيقوله محمد حمائي أنه هيكون بديل لمحمد رمضان المشكلة مش هنا أو دي مش النقطة اللي أنا عايز أتوقف عندها لكن أنا عايز أتوقف عند التصرفات اللي بيقوم بيها الفنان محمد رمضان خلينا نتفق من البداية على أننا العركة بتاعة محمد رمضان والطيار دي يعني موضوع قتل بحسن زي ما بيقولوا مين غلطان مين مش غلطان احنا مش هندخل في هذا الموضوع لكن احنا عايزين نتكلم عن تصرفات موهبة مصرية اسمها محمد رمضان تتفق أو تختلف مع محمد رمضان لا محمد رمضان ممثل هايل وممثل بان نفسه يعني من الصفر إلى أن أصبح محمد رمضان طيب ماذا يحدث لمحمد رمضان ماذا يفعل محمد رمضان لمحمد رمضان يعني هو ده السؤال المفترض أن احنا نسأله انطلاقا من التصرفات اللي بيقوم بيها الفنان محمد رمضان واللي خلت يعني جماهيره وحبيبه وعشاق فنه أنهم يدشنوا هاشتاج بعنوان قاطعه محمد رمضان الهاشتاج ده وصل لأكتر من حوالي 265 ألف واحد شارك في هذا الهاشتاج وفيه جروبات طبعا تنتقد محمد رمضان بشكل كبير جدا نظرا للتصرفات اللي قام بيها محمد رمضان واللي دايما بتتمحور حوالين يمكن جرعة زايدة جرعة كبيرة جدا من النرجسية من النرجسية يعني محمد رمضان يبدو نرجسيا إلى أقصى مدى هل النرجسية دي ممكن تأثر على مسيرة محمد رمضان أي نعم اتلاقيت له الحفلة دي أو يعني خلوه اعتذر عن هذه الحفلة بتاعة أبو ظابي أو كأس السوبر المصري لكن هل يمكن أن يتوقف الأمر عند ده هل يمكن أن الجمهور يحجم عن أعمال محمد رمضان سواء كانت في السينما أو في الدراما جايز كل حاجة جايزة لأنه ما يقوم به محمد رمضان يعني في عرف كثيرين هو تدمير لمحمد رمضان بيدمر نفسه بنفسه يعني بعد أن أصبح محمد رمضان مسار للجدل في الفترة الأخيرة يعني شفتوا حضراتكم الطريقة اللي هو بيستعرض بها ثروته بيستعرض بها عربياته بيستعرض بها الغنى الفاحش بتاعه يعني كل الناس بتتوقف حتى عند مثلا الأسماء اللي بيختارها لأغانيه والألبوماته الملك بين الأسطورة الكينج يعني حاجات كتيرة جدا يعني تحتاج مننا أن احنا طب ما عايزين نسأل يا جماعة هو الراجل ده بيعمل كده ليه؟ هو عايز يوصل لإيه؟ ترجمة نانسي قنقر